وينزل ويعلم ما في الأرحام الله عز وجل هناك مثلا الأطباء وغيرهم يحدد أنه ذكر أو أنثى ما صحة ذلك وماذا يعني يكون بين قوله عز وجل وما يقوله الأطباء نحن قبل قليل تحدثنا عن ما يقوله أهل الأرشاد بأن المطر سيأتي بعد ساعة بعد ساعتين سأتي غداً سأتي بعد غدل أو نحو ذلك وكان من الإشكال كيف نجمع بين هذا وبين أن الله سبحانه وتعالى اختص بعلم نزول المطر وأجبنا عن ذلك والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه العزيز أن الله عنده يعلم خمسة أمور لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام يعلم أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تبوت هذه الأمور الخمسة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فإذا وجدت أو وجد أسباب وجودها وظهورها بعد ذلك يكون العلم ميسر لمن أوتي من العلم ما يجعله يصل إليه فمثلاً نحن تحدثنا عن المطر وعن نجول المطر وكيف يعلم أهل الأرشاد نجول الأمطار ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فعلى كل حال يعني عرفنا بأن نزول الغيث ما يعلمون نزول الغيث ووقته ومقداره وهو الغزير أو متوسط أو نعم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى لكن بعد وجوده يكون معلوماً لأهل العلم كذلك نقول بالنسبة للأجنة التي في بطون أمهاتها قبل أن تتخلق وقبل أن توجد يعني كان أول ما توجد نطفة ثم علقة ثم مضغة غير مخلقة فعلى كل حرفة هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وقد يكون هناك علم في يعني علم من بعد وجود النطفة علقة أو بعد وجودها مضغة لكن هذا لا يكون علم الله سبحانه وتعالى في هذا خاص بما بوجود نشعة هذا الجنين وقبل تطوره ولا يعرف نشعة هذا الجنين هل هو ذكر أو أنثى وهل سيكون شوياً أو يكون فيه بعض العاهات أو نحو ذلك لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى وأما بعد تطوره وأن يكون لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن تطوره أربعون نطفة أربعون يوماً وهو نطفة وأربعين يوماً بعد ذلك وهو علقة وأربعين يوماً بعد ذلك وهو مضغة ثم بعد ذلك يتخلق وينفق فيه الروح ويتحرك ففي هذه الحالة الرابعة معلوم عن طريق الأجهزة هل هو ذكر أو أنثى لأنه تخلق والأجهزة عندها من القدرة العلمية ما يجعلها تكشف ما في الأرحام والله سبحانه وتعالى عليم قدير وهذا العلم الله سبحانه وتعالى هيأه لعباده في هذا الشيء وبناء على هذا فلا تعارض بين أن الله سبحانه وتعالى اختص بعلم ما في الأرحام قبل أن تتخلق يعلم سبحانه وتعالى أنه ذكر أنه أنثى يعلم أنه شقي أو سعيد يعلم ما يرزقه الله سبحانه وتعالى يعلم متى يموت كل ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولكن إذا جاءت أسباب علمه فإنما تأتي أسباب علمه بمثابة شبه ظهوره ونحب ذلك وبعد ذلك يكون معلوما فلا تعارض بين الحال وبين علم العلماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا